السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب في الجمهورية اليمنية الصف التاسع الأساسي اللي هو ثالث إعدادي طبعا وصلني السؤال من الطالب شرف الدين العثماني يريد حل تمرير رقم 6 صفحة 60 كنت في السابق حلت صفحة 59 في فيديوهات سابقة سيظهر لكم هنا في أعلى الشاشة يريد السؤال رقم 6 أيضا في التعليق المثبت أسفل الفيديو هنا قائمة بعدد كبير من الفيديوهات في الجزء الأول والجزء الثاني للصف التاسع وأولا قبل أن أبدأ بالسؤال والإجابة أتمنى مش أتمنى ضروري توضع الإعجاب على الفيديو وتشارك الفيديو مع زملائك لتعمل فائدة ودعما للقناة حتى نتحفز ونعمل أكثر ونجاب على الأسئلة وأي سؤال أو استشتر في التعليقات طبعا السؤال رقم 6 يقول ميم ونون دائرتان متقاطعتان في ألف وباء هذه ميم وهذه نون دائرتان متقاطعتان في ألف وباء فإذا كان نق ميم نصف القطر ميم نصف القطر ميم يساوي ثلاثة سنتيمتر هذا ثلاثة ثلاثة سنتيمتر ونصف القطر نون يساوي أربعة سنتيمتر أيضا وهذا نصف القطر حق الثاني أربعة سنتيمتر نصف القطر حق نون والبعد بين المركزين يساوي 5 سنت وهذا البعد بين المركزين ميم ونون خط المركزين 5 سنتمتر إيش المطلوب برهن أن الميم ألف يعني الفقرة ألف ميم ألف مستقيم ميم ألف وقطعة مستقيمة ميم ألف اللي هي نصف القطر في ميم مماثا للدائرة نون مماثا للدائرة نون باء نون ألف نون ألف هذا مماسا للدائرة ميم طبعا من المعطيات أول شيء المعطيات مهما أعطالي أعطالي دائرتين ميم ونون متقاطعة في ألف وباء وأعطالي نصف القطر حق ميم ثلاثة ونصف القطر حق نون أربعة وأعطالي البعد بين المركزين خمسة سنتيمتر هذا المعطيات المطلوب إيش؟ برهن أن ميم ألف اللي هو نصف القطر في الدائرة ميم مماسا للدائرة نون وأيضا نون ألف اللي هو نصف القطر في الدائرة نون مماسا للدائرة ميم من المعطيات مادام أعطالي قياسات ثلاثة وأربعة وخمسة معنى ذلك أن أستخدم المعطيات التي أعطانا إياها في السؤال فمادام قال هذه ثلاثة وهذه أربعة وهذه خمسة أكتشفت من الشكل بأنه عبارة عن مثلث قائم الزاوية لماذا عرفت أنه قائم الزاوية؟ لأنه هذا يعتبر الوتر الوتر هذا ميم نون ووتر للمثلث ميم ألف نون وميم ألف وألف نون ضلعين لو أقيت أنا الآن وأخدت الوتر هذا وأخدت مربعه خمسة خمسة بخمسة بخمسة وعشرين طبقت مبرهنة فيتا أورث علشان أثبت بأن هذا مثلث قائم الزاوية خمسة بخمسة بخمسة وعشرين نفسه خمسة وعشرين هذه تساوي ثلاثة في ثلاثة بتسعة واربعة فيربعة بستعشر تسعة وستعشر يساوي خمسة وعشرين إذن ميم ألف نون هذا مثلث قائم الزاوية في ألف مقابل للوتر وما دام قائم الزاوية في ألف إذن ميم ألف هذا اللي هو تقاطع مع الدائرة نون في النقطة ألف صنع زاوية قائمة ميم ألف نون زاوية قائمة والقانون يقول بأنه نصف القطر عمودي على المماس إذن يعتبر ميم ألف مماس للدائرة نون وكذلك بالمثل نون ألف هذا أيضا نون ألف صنع مع الدائرة ميم اللي تقاطع معها في النقطة ألف زاوية قائمة والمبرهنة تقول بأنه نصف القطر عمودي على المماس ميم ألف إذن ميم ألف مماس للدائرة نون ونون ألف مماس للدائرة ميم وهذا هو البرهان البرهان بما أن ليش أنا بدأت كذا طبقت أستفت من المعطيات قلت لكم اللي هي الثلاثة والأربعة والخمسة فعلشان أثبت بأن هذه زاوية قائمة طبقت مبرهنة في ثاغورث اللي تقول بأن مربع الوطار يسوي مجموع مربعين الضلعين الآخرين يعني استغلت حكاية المعطيات علشان أثبت بأنه زاوية قائمة وفي مبرهنة تقول بأنه نصف القطر عمودي على المماس نصف القطر عمودي معناته يصنع زاوية قائمة مدام قل عمودي إذن البرهان بما أن المثلث ألف ممنون بما أن المثلث ألف ممنون يحقق شرط مبرهنة في ثاغورث فهو قائمة الزاوية في ألف قائمة الزاوية في ألف لماذا؟ لأنه مربع الوتار 25 في 25 يسوي مجموع مربعين الضلعين الآخرين 3 في 3 9 4 في 4 16 9 16 25 إذن قياس الزاوية ميم ألف نون ميم ألف نون يسوي تسعين وبما أن ميم ألف هذا تقاطع مع الدائرة نون في النقطة ألف في النقطة ألف إذن ميم ألف يعتبر مماسا للدائرة نون من الناحياتين من الجهتين بحكم أنه زاوية قائمة وبحكم أنه تقاطع مع الدائرة في نقطة معينة التي صنعت فيها زاوية قائمة إذن ميم ألف مماسا للدائرة نون لأنه صنع زاوية قائمة مع نصف القطر ألف نون صنع زاوية قائمة إذن المماس عمودي على نصف القطر وأيضا نصف القطر عمودي على المماس من نقطة التماس في نقطة التماس هذه مباره هنا كذلك بالمثل نون ألف تقاطع مع الدائرة نون في ألف نون ألف أين هي نون ألف تقاطع مع الدائرة ميم في ألف نون ألف تقاطع مع الدائرة ميم في ألف وصنع معها زاوية قائمة مع نصف قطرها اللي هو ميم ألف صنعت زاوية قائمة إذن نون ألف مماسا للدائرة ميم في النقطة ألف وهو المطلوب هذا هو الحل إذن بعطي لكم ملاحظة بأنه نستفيد ونستغل المعطيات التي أعطانا إياها في السؤال فأنا لما جلست أفكر إيش اللي أقدر أثبت بأنه ميم ألف هذا مماسا للدائرة نون وأيضا نون ألف مماسا للدائرة ميم وما علاقة المماس بأنه أعطالي القيم وأعطالي نصف القطر حق الأولى ونصف القطر حق الثانية وخط المركزين إذن لو أنا طبقت مبارهنة في ثورت واكتشف بأنه هذا مطلط قائمة زاوية وقائمة زاوية في ألف إذن هذه تسعين درجة معانا مبارهنة تقول بأن نصف القطر عمودي على المماس في نقطة التماس يعني تسعين درجة إذن معانا ميم ألف عمودي على ألف نون أو على نقطة التماس إذن هذه نقطة التماس ميم ألف مماسا للدائرة نون في النقطة ألف وكذلك نون ألف بالمثل عمودي على ميم ألف أو عمودي على النقطة إذن ميم ألف مماسا للدائرة نون ونون ألف مماسا للدائرة نون وهو المطلوب إثباته أتمنى لكم التوفيق والنجاح لا تنسوا الإعجاب بالفيديو ومشاركة الفيديو مع زملائكم لتعم الفائدة وتحفيزا لنا للعطاء والعمل وأي سؤال واستفسار في التعليقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته